علوم الصف الأول الإعدادي حال بنك الأسئلة كراسة كتاب الأضواء على الدرس الأول الأجرام السماوية الوحدة الثالثة صفحة أربعية رقم واحد ألف تخير الإجابة أصحيح مما يأتي واحد تتكون الكواكب الخارجية من عدة عناصر أمها الهدروجين والهليم في حالة غازية سائلة منسهرة متجمدة طبعا حالة إيه؟ متجمدة اتنين كسافة الكواكب الداخلية تتروح بين نقاط جرام على سنطل نقاط مكعب تلاتة وتلاتة من عشرة إلى خمسة وخمسة إيه من عشرة رقم بان تلاتة من الكواكب السخرية كوكب المشترة غازية ورانوس غازية نبت أيضا المريخ أربعة تحاط جميع الكواكب بغلاف جوي عادة عطارك والزهر كنا ماذا يحدث إذا إن عدمت الجاذبية بين الشمس والكواكب عدم دوراء الكواكب وأفراد المجموعة الشمسية حول الشمس في مدارات محددة وتتحرك في الفضاء بشكل عشوائي اتنين ألف أكمل ما يأتي واحد تسمى مجردنا في الكوين باسم مجرد درب تبانة أو الطريق اللبانية اتنين تشيع نقاط كمية هائلة من الضوء والحرارة والنجوم ثلاثة أكبر الكواكب حجما هو المشترة وأكبرها كسافة هو الأرض أربعة الكواكب الداخلية أجسام صخرية صلبة بينما الكواكب الخارجية أجسام غازية توجد في صورة متجمدة بسبب مين؟ الضغط الشديد وشدة البرودة بق علم يأتي لا يقيس علماء الفلك المسافة بين النجوم بالكلمة ترغط لأن المسافات بين النجوم وبعضها شاسعة جدا ثلاثة ألف أكتب أو مساحة العلمي واحد أجسام معتمة تدور حول الشمس في اتجاه عكس عقارب أسعة كواكب ثلاثة أقرب الكواكب إلى الشمس وأصغر حجما عطارد ثلاثة الوحدات العظمة التي يتقالف منها الكون في المجرد ثلاثة أربعة كل ما يسبح في الفضاء من نجوم وكواكب وأكمار وأجسام سخرية أو غازية الأجرام السموية بق احسب المسافة بالسنة الضوئية بين نجمين يبعدان عن بعضهما سبعة وتلاتين وتبنمية تبين وستين من ألف في عشر وستنشر كيلومتر المسافة بالسنة الضوئية بتساوي المسافة بالكيلومتر على تسعة واربعمية سبعة وستين من ألف في عشر وستنشر كيلومتر يبقى المسافة بالسنة الضوئية بتساوي المسافة بالكيلومتر كام؟ سبعة ثلاثين وتبنمية تبين وستين من ألف في عشر وستنشر على تسعة واربعمية سبعة وستين في عشر وستنشر عشر وستنشر عشر وستنشر 37 و 868 على 9 و 467 من ألف بتساوي أربع سنوات ضوئية رقم واحد ألف اختر الإجابة الصحيحة واحد يعمل الغلاف الجوي الأرض على احتراق الملايين من الكتلة الصخرية الصغيرة في صورة نيازج مزنبات شهو طبعا شهو اتنين الجاذبية على كوكب نقط أكبر من الجاذبية على أي كوكب آخر طبعا المشترة 22 و 88 من 100 100 على الثانية تربيع ثلاثة تتقاطع مدارات المزنبات مع مدارات طبعا الكواكب أربعة عدد الأكمار لا تدور حول كوكب المريخ طبعا اتنين الأرض واحد عطار الزهرة والأمر ماذا يحدث عنده اختراق كوكب كبير الحجم للغلاف الجوي للأرض يحترق تطحه الخارجي فقط وما تبقى منه يسكت على سطح الأرض اتنين ألف أكمل ما يأتي واحد كوكب الجاذبية بين الجسمين تتوقف على نقط نقط كتلت الجسمين والمسافة بينهما اتنين توابع النجوهم تسمى الكواكب بينما توابع الكواكب تسمى أقمارا ثلاثة تكون المزنب من رأس المزنب وزيل المزنب أربعة يكمل مزنب هالي دورته حول الشمس مرة واحدة كل ستة وسبعين عاما بقى على ما يأتي ترى الشهب في أسماء على هيئة سهام ضوئية لأنها تحترق تماما لأنها تحترق تماما بسبب الحرارة الناتجة عن احتكاجها بوزيئات الهواء ثلاثة ألف سوب ما تحته خط في العبارات الأتية واحد يدور أكبر عدد من الأكمار حول كوكب أورانوس المشتر من الستين أمر اتنين تحتل الأرض المركز الخامس من حيث البعد عن الشمس الثالث ثلاثة الشهب هي كتل من السخور والثلج والغازات المتجمدة تدور حول الشمس المزنبات أربعة كوكب نيبتون اللي تدور حوله أكمار عطار وزهر با اسكر أهمية التلسكوبات رؤية ودراسة الأجرام السماوية اختبار على الدراس الأول ركب واحد آلف تخير الإجابة الصحيح لكل عبارة من الإجابات التالية واحد كوكب نؤط كبير حجم غازي منخفض الكسافة الأرض المشترة طبعا ايه مشترة اتنين تحت الأرض في المجموعة الشمسية المركز نؤط تنازليا من حيث الحجم الخامس والرابع تسعودية يبقى جيه ثلاثة أكبر جسم في المجموعة الشمسية هو طبعا الشمس وقال لإنها اكبر جسم مش اكبر كوكب يبقى الشمس أربعة تجمع هائل من النجوم يقدر بألاف الملايين يسمى طبعا يسمى ايه المجرات الرقم ألاف باء اسكر الرقم الدال على كل من واحد عدد النجوم في النظام الشمسي واحد نجم الشمس نين المسافة التي اختعها الضوء في سنة تسعة وربعمية سبع وستمين ألف في عشر وستناشر كيلومتر ثلاثة ترتيب كوكب زحل من حيث البعد عن الشمس صح ترتيب السادس أربعة عالي الكواكب المجموعة الشمسية صح ثماني كواكب جيم عالي ما يأتي كسافة الكواكب الداخلية أكبر من كسافة الكواكب الخارجية لأن الكواكب الداخلية تتكون من زخور ومعادل الكواكب الخارجية تتكون من غازات متجمدة نين ألف أكتب المصح العلمي لكل مما يأتي واحد المجرة التي تنتمي إليها المجموعة الشمسية مجرد درب التبان نين أجسام معتمة تدور حول الشمس في مدارات شبه دائرية الكواكب ثلاثة أجسام فضائية تدور حول الشمس في مدارات بيضوية شديد الاستطال تتكون من رأس وزيل صح المزنبات أربعة أجهزة تستخدم في رؤية ودراسة الأجرام السماوية صح التلسكوبيات أذكر مثال واحداً لكل من واحد نجم صح الشمس اتنين كوكب خارجي كوكب المشترة ثلاثة أكبر الكواكب الداخلية جاذبية الأرض أربعة مزنب مزنب هالي جيم ماذا يحدث عنده واحد اختراق عدة كواكبات صغيرة للحجم الغلاف الجوي للأرض تحترق مكونة الشهود اتنين انعلام الجاذبية بين الكواكب والشمس تحرك الكواكب حركة عشوائية في الفضاء ألف أكمل العبارات الآتية واحد يقع حزام الكواكبات السيارة بين كواكبين نقطة نقطة المريخ والمشترة اتنين لا تدور أكمار حول كواكبين عطارد و الزهر ثلاثة ثلاثة كتل جاذبية بين الجسمين تتوقف على كتلة الجسمين كتلة الجسمين والمسافة بينهما أربعة يعمل الغلاف الجوي للأرض على احتراق الملايين من الكتلة السخرية الصغيرة في سورة نقط شهوب قبل وصلها لسطح الأرض وابطاء سرعة النيازي با استخرج الكلمة المختلفة سمو أذكر ما يربط بين باقي الكلمات واحد المزنب الشهوب النيازي التليسكوبات طبعا التليسكوبات طيب اربع بينهم أجرام سماوية اثنين المشترى عطارد أورانوس نيبتون صح عطارد طيب اربع بينهم كواكب خارجية ثلاثة الأرض زحل عطارد ضرب التبان ضرب التبانة طيب اربع بين كواكب المجموعة الشمسية نجيم كارن بينه كوكب المريخ وكوكب المشترى من حيثه البعد عن الشمس وعدد الأكمار كوكب المريخ الرابع عدد الأكمار كماران كوكب المشترى الخامس نيبتون ستين أمر أربعة ألف ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الأتي واحد الجاذبية على كوكب المريخ أكبر من الجاذبية على كوكب الأرض أقل من نباري خطأ اتنين على الأكمار التي تدور حولها الكواكب الداخلية ست أكمار سلاس أكمار نباري خطأ ثلاثة الكواكب الخارجية عبارة عن أجسام سخرية صلبة الداخلية نباري خطأ أربعة النيازج تحترق جزئيا عند اختراقها الغلاف الجوي للأرض نبارة صحيحة ما المكسود بكل من واحد السنة الضوئية المسافة التي يقطعها الضوء في سنة أتنين النيازج كتا السخرية كبيرة يحترق سطحها الخارج فقط عند اختراقها الغلاف الجو والأرض وما يتبقى منها دون اختراق يسقط على سطح الأرض جيم إذا رأى شخص مزنب هالي عام الف وتسعمية واربعين وتوفي هذا الشخص عام الف وتسعمية أربعة وسبعين فهل تعتقد أنه شاهد المزنب مرة ثانية أم لا ولماذا مزنب هالي يكمل دورته كل كام ستة وسبعين عام وبالتالي لا لا يراه مرة سنتا تبليه لأنه مزنب هالي يكمل دورته حول الشمس كل ستة وسبعين عام شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين